وهل في علاقة بين السمنة وزيادة الوزن وارتجاع المريء؟ الإجابة أيوة نعم فيه هناك علاقة وكل ما بيزيد الوزن كل ما بيزيد المشكلة ديت اللي ارتجاع المريء هل بيبقى فيه ارتجاع مريء بعد عمليات السمنة؟ آه في كتير من المرضى بعد عمليات التكميم أو أيا كانت العملية اللي عملها بيحصل ارتجاع مريء لديهم بسبب طبعا بطبيعة الحال المعدة بقت أصغر وبقى فيه ضغط على العضلة اللي موجودة أسفل المريء وأعلى المعدة طيب إيه حل لها؟ إيه حل ارتجاع المريء ما بعد عملية السمنة؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي مع الأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية طب عين شمس ومدير وحدة السمنة بمستشفى وادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية وحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة SRC أهلا بيك يا دكتور دايمان مناور أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتك كلمنا عن ارتجاع المريء يمكن وانا عندي سمنة خلينا نبدأ بيه الأول أو انا مريضة سمنة إيه العلاقة ما بينهم؟ هل هي حتمية ولا لأ؟ في البداية اسمحيلي أن أنا حيا حضرتك وكل سيد المشاهدين وكل فريق العمل الحقيقة طبعا الارتجاع يعني دا موضوع كبير جدا 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 بس خلينا احنا نركز في كل كلمة في الحالة لأن يعني فيها كلام طبي علمي مهم للجراحين المبترئين للمرضى اللي هم عندهم شكوى في المريء أو عندهم ارتجاع مريء احنا عايزين نتكلم الأول على الناس اللي هيا عندها ارتجاع مريء ومعندهمش وزن يعني هو واحد وزن طبيعي وعنده ارتجاع في المريء يعني ارتجاع في المريء عندي حمودة عندي قلم في هم المعدة أنا بالليل بشرة صوتي دايما مبحوح عندي التهابات في الأذن دايما ما بتصحاش عندي أزمة صدرية ما بتخفش وأروح لدكتور الصدرية يديني علاجات طول الوقت ما بتخفش خالص يعني هو أزمة صدرية ونفسه وناس بتزرق من كتر ما بيشرق وتلاقي الحمض نزل في القصب الهوية وطبعا ما بيتحسنش غير لما يرجع لنا ان احنا نعالج الارتجاع أو ياخد علاج المعدة وبالتالي ده ارتجاع في الناس عندهم تساوس في الأسنان من كتر الحمض بيرجع في البقى وتلاقي طبعا الأسنان بتساوس الناس طبعا مشاكل ايه الارتجاع يعني ايه مشكلته يعني الارتجاع اللي أنا يبقى عندي هو ربنا خلاء المريء ما بيتحملش الحمض اللي هو زي مية النار بتاع المعدة هو فيه مية نار في المعدة عشان البروتينات وعشان الهضم بتقعد تكسرها وان المريء هو مكان لمرور الاكل ما بيستحملش الخلايا المبطينة للمريء لا تتحمل حمض المعدة اللي هو عامل زي مية النار ما بينهم صمام بيمنع بقى ان الحمض ده يرجع في المريء مرة تانية طيب الصمام فيه خلل بيبتدي الحمض ده يرجع المريء يأكل في الخلايا الخلايا طبعا بتعرض لي كزا مرة في اليوم باستمرار يبتدي يزيد اكتر يبتدي الحمض يقعد فترة كبيرة يبتدي الخلايا نفسها عايزة تبتدي يحصل فالتهابات وعايزة تتغير لخلايا شبيهة لخلايا المعدة الميكوزة الحمراء بقى بتاعة المعدة اللي هي تقدر تستحمل الحمض بتاع المعدة ده يحصل ان الخلايا تغير الخلايا في عرف الطب هو عبور الى الاورام عبور الى السرطنات يعني انا خلايا كانت مريء يبتدي تبقى عايزة تبقى خلايا زي بتاعة المعدة خلاص ده حصل فيها تغير في الخلايا بتبقى التهاب درجة اولى التهاب درجة تانية التهاب درجة تالتة انا بقيت باريت اوسوفيجس انا بقيت خلاص ادخل في الاورام بتاعة المريء طيب انا بقى دلوقتي كمريد انا ما عنديش وزن زايد بالزبط يعني أنا دلوقتي أنا ما عنديش وزن زاد وعنده ارتجاع إيه سببه؟ إيه الأسباب قد تكون في السيلوجية يعني هو المشكلة فيه أن المريء ما بصرفش العصارة كويس الصمام ما بقفلش كويس أو قد تكون تشريحية يعني قد تكون تشريحية أن فيه انكمتان ديكارديا العضلة واسعة قد يكون فيه فتء في الحجاب الحاجز إذن أنت خدت علاج لمدة شهرين ما استفدتش زودت بقى العلاجات بقى الصبح وبالليل ما استفدتش خلاص اعمل منظرة على طول يعني ما تعدش مدى حياتك مع الطبيب المعالج بتشتكي من حموضة ولا تستجيب وطبعا إحنا عايزين نقول أن أدوية المعدة على المدى البعيد وخصصا في السن الكبير لها مشاكلها البروتون بومب نهيبتورس إحنا طبعا لازم نكون عارفين أنها لها مشاكل في العظام ولها مشاكل كتيرة قد لا يكون صالح أن احنا نستخدمها مدى الحياة الكلام ده قد يكون مش على هوا بعض الناس لكن أنا بقول كلام طبي علمي صريح واضح يبقى إذن أنا دلوقتي لو عندي فتق في الحجاب الحاجز وعند ارتجاع طبو أنا يعني هاقود عليك ده هيصلح التشريح بتاع المعدة مش هصلحه يبقى إذن أنا محتاج أعمل منظار أتشخص وأعمل عملية عشان أمنع الارتجاع ده العمليات اللي بتتعمل عشان بس نركز في الكلام ده العمليات اللي بتتعمل في الناس اللي هم وزنهم مش كبير مختلفة عن العمليات اللي بتتعمل الارتجاع في الناس اللي عندهم سمنا مفرطة أنا دلوقتي ما زلت بتكلم عن الناس اللي وزنها رفاية رفاية ما عندهمش وزن زايد وعايز يعمل عملية تمنع الارتجاع الغير مستجيب للعلاجات اعمل منظار معدى تشخيصي هشخصك مظبوط يقول لك والله انت عندك التاب درجة كم عندك فاتف الحجاب الحاجز عندك عضلة واسعة وبالتالي العملات اللي بتعمل دي هي نوعية مختلفة عملات زي النيسن والتوبيه والدور ريبير احنا بنعمل ايه بننزل المريء في مكانه لو هو طالع من مكانه بنضيق العضلة وبنقوص صمام بجزء من قبة المعدة نلفها حواليه قبل ما تعمل عملية الارتجاع عشان تمنع الارتجاع لابد من ان انت تعمل حاجتين في منتهى الاهمية لازم منظار معدى عشان يشخص لك جوه انت محتاج ايه نمر اتنين لابد من قياس حركية المريء وفي مكان آمن محترف يعرف يقرأ حركية المريء اللي هو المانومتري لان انت كل العمليات اللي احنا بنعملها لمنع الارتجاع وعلاج الارتجاع هي عمليات تدييق للعضلة وزيارة ضغط الصمام من جوء من تحت انا بقى لو المريء بتاعي ما بتحركش كويس جدا يبقى اذا انا اعمل انسداد اتلاقي طول الوقت اللي عمل عملية نيسن وما كانش عامل مانومتري او عايق او قاري قد ايه المريء بيتحرك او عنده مشكلة في الحركة او لا هو ده ايقعد في حياته بعد انت ما قفلتله الصمام كويس وعملت العملية الجميلة اتلاقي العين قاعد يرجع ماذا الحياة قياس حركات المريء في منتغى الاهمية في مكان امن عند اللي بيقرى حركات المريء لازم يكون عنده طبعا الكفاءة ويكون الجهاز برضو متطور شوية يعرف يطلع النتائج كويسة اه بناء على حركات المريء ممكن تعمل بقى تقاول عضلة 360 درجة تقويها تعملها انتيريور تعملها بستيريور يعني لها كاسة طريقة في علاج العمليات او تصميم العملية بناء على حركية المريء يبدأ الناس اللي هم ما عندهمش وزن زايد انت ما عندكش وزن زايد وعندك ارتجاع اتعالج علاج طبي ما استجابتش ليه خلال شهرين تلاتة اعمل منزور معدى شخص نفسك اعمل عملية وقف المشكلة اللي قد تنتهي باوران في المستقبل وقد تكون لعلاج انت بتعبش تكي من عراض قد تكون انت ما نشعرف ان سببها الارتجاع اللي احنا قلنا عليها من ضمن الازمة الصدرية والاسنان والازن وتلاقي الحبال الصوتية يعني طبعا فيه مشاكل كتير جدا للارتجاع الجزء التاني من المرضى اللي هم عندهم وزن زايد يعني انا عندي وزن زايد وده بقوله لكل الجراحين واقوله لكل المرضى الجراحين اللي هم مهتمين بجراحات الجهاز الهضم العلوي من الدكاتر المبتدئين انت دلوقتي لو عندك عيان جاي لك كتلة جسمه عالية وعنده ارتجاع شديد في المريء ما تروحش تعمل نيسن وتعمل حاجات لعلاج الارتجاع اللي هي في الاوزان القليلة اعمل عمليات اعمل عمليات سمنة بقى زي تحويل مصار المعدة الكلاسيكي يعني انا دلوقتي العيان جاي لي بيشتكي من من حموضة وعايز يعمل عمليات للحموضة وهو وزن زايد اوما اقول له اعمل عمليات تحويل مصار المعدة الكلاسيكي وانا راجل مش مهتم بجراحات سمنة ايوة انت ما انتش عايز تعملها حولها بقى لحد متخصص في جراحات سمنة يعمل له عملية للارتجاع وهي عملية واحدة بس هي عملية تحويل مصار المعدة الكلاسيكي انا عندي ارتجاع درجة تالتة وعندي بارت اوسوفيجس وعندي فاتق في الحجاب الحاجز وعندي وزن كبير ما هو انت مش هتتعالج بنفس الطريقة اللي هتعالج بها العيان العادة لان ايه نقطة لازم تكون كلير ولازم تكون واضحة جدا قدام المرضى وقدام برضو اللي هيعالج المريض ده ان عمليات السمنة المفرطة زي تحويل مصار الكلاسيكي هي علاج للارتجاع في الناس اللي وزنهم عالي يبقى ايزا طيب انا بقى مش عايز اعمل عملات سمنة وانا وزني عالي نزل وزنك بأي طريقة اعمل بقى دايت خد علاجات نزل وزنك مصبوط بحيث تبقى وزنك قليل وبعدك تعمل العملات التانية اللي هي عملات الارتجاع في الاوزان القليلة لان احنا لو عملنا عمليات الارتجاع العادية زي النيسن والتوبة والدور والحاجات اللي هي بتتعامل للناس اللي هم لوزنهم قليل في اوزان كبيرة انا بأكد لك ان العملية دي هترجع في وقت قصير جدا لان ضغط البطن عالي هو انت بتاخد غرز يعني بتضايق بها عضلة المريق غرز مركب فيها جهاز يعني ولا مركب حديد لا خالص ده العضلة اصلا ضعيفة وانت بتحط غرز على انسجة وبالتالي ضغط البطن العالي في مريض السمنة المفرطة هو عامل كبير جدا وعامل مؤثر جدا في رجوع الاعراض وقد لا تتحسن وفرصة رجوع العملية لوضاع الطبيعي أو فشالها بتبع عالية جدا 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 في مرض السمنة المفرطة يبقى اذا دي نقطة لازم تكون واضحة انا مريض السمنة مفرطة عند ارتجاع في المريق لابد من ان انت تجري الفحوصات بقى الكاملة وتعمل بقى عملية تحول المصار الكلاسيكي فدي من النقطة المهمة جدا 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 لازم تكون واضحة لكل الناس طيب يا دكتور كان فيه سمنة بس ما كنتش بعاني من ارتجاع المريق وعملت عملية وقالت وزني بس كان فيه من المضاعفات بتاعتها ارتجاع المريق هنا الحالة دي بقى بتبقى ايه مهمة جدا 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 انا بقى دلوقتي عند ارتجاع انا كنت مكنش عند ارتجاع خالص وانا عملت عملية تكميم وجال الارتجاع او عملت عملية تحول المصار وعند ارتجاع عملت عملية تحول المصار الكلاسيكي جال الارتجاع حل الناس دول ايه برضو الارتجاع الشديد في المريق المستمر لابد من فحصه وعلاجه لان انا دلوقتي اعمل عملية تكميم وعند ارتجاع غير مستجيب للعلاجات يعني عملت عملية تكميم وعند طول اليوم عند حمودة جامدة في المريء بياخد علاجات غير مستجيب لابد من المواجهة والفحص والعلاج لان طبعا احيانا بيبقى المعدة مع الخساسان وربما يكون كان فيه فتح جاب حاجز محشور بالدهون او متغطى عليه بالدهون الجراح ما بيخدش باله منه لانه ما عملش منظور قبل العملية فبعض الناس طبعا احنا احيانا الناس اللي ما بتشكيش من ارتجاع في المريء ما بنطلبش احيانا في بعض الناس منظور لكن اي مريض عنده ارتجاع قبل اجراحات السمنة لابد من اجراء منظور لانه هيغير نوعية العملية من عملية تكميم الى عملية تحول مصار يعني اذا النصيحة الاولى دلوقتي انا عنده ارتجاع في المريء قبل عملية السمنة لابد من اجراء منظور تشخيصي للمعدة انت عندك ارتجاع درجة اولى ممكن تعمل لو انت عايز تعمل عملية تكميم تعملها درجة تانية تعملها ولكن الأفضل هو عملية تحويل مصور المعدة الكلاسيكي مش المصور كمان طيب أنا عملت المنظار وما كانش عند ارتجاع وعملت عملية تكميم وجاء لي حموضة ماستمرش بقى مدى الحياة كأن الحموضة دي جزء من التكميم مش ده صح يعني اعمل منظار معدة تشخيصي لأن أحيانا قد يكون سبب الارتجاع ما بعد عملية التكميم ديء في المعدة تحت أو فاتء في الحجاب الحاجز فوق أو العضلة بتاعت المريء وسعت أو ربما كان فيه فاتء قبل كده سابق والدهون قلت من حواليه وابتدأ يظهر وبالتالي محتاج لحاجة جراحية وانا يعني لازم أعمل عملية جراحية بعد التكميم عشان أعالج الارتجاع قد لا يكون ده في معظم الحالات لكن في حاجة جراحية حصلة في المعدة ومش هتتحسن غير أن أنت تصلحها بالجراحة لأن دي حاجة تشريح عند فاتء كبير في الحجاب الحاجز عند عضلة واسعة عند دي عند التواء لابد من علاج الحاجات دي بالمنظار قد يكون العلاج إن احنا نصلح الفاتء بس قد يكون العلاج إن احنا نحولها لعملية تحويل مصار المعدة الكلاسيكي قد يكون إن احنا نمشي تحفظي ولكن لابد من المواجهة ما بعد عملية تكميم المعدة عملية تحويل مصار المعدة المصغر في بعض الناس بنسبة مش قليلة بحصل لهم ارتجاع مراري في البق بتلاقي نهائم بالليل وتلاقي الحمض المراري أصفر كده رجع في البق وطبعا بيضرب في الودان وتلاقي طبعا نوع من الاختناق بيحصل بسبب إحساس مرعب بسبب الارتجاع المراري ليه علاج تحفظي ولكن إذا ما كانش فيه استجابة للعلاج التحفظي يخد بعض الأدوية اللي بتالي العصارة المرارية وعلاج للحمودة وأنا ما استجبتش يعمل منظار ويعمل أشعة مقطعية بالسبب والثلاثلات الأبعاد لأن قد يكون هناك سابق برضو جراحي عندك فاتح جاب حاجز كبير أو عندك طبعا ربما يكون العملية نفسها المعدة أو البوتش أو الجيب بتاع المعدة اللي احنا عملينه العملية قصير وبالتالي عصارة المعدة بتفوت عليه بسرعة يعني بتعدي لازم تعدي وهي طبعا تحويل مصار المعدة المصغر هي وصلة واحدة بتاخد عصارة المعدة وعصارة الـ 12 وترجعت لها رجع على المريء بتزور المريء وهي رجع المريء يعني طبعا بتلاقي ضرب في البق وتلاقي يعني نوع من الاختناء بالليل وتلاقي فيه صعوبة حتى في أكل البروتين ويشن حتى الزيوت والدهون والحاجات دي حتى عن بعد تلاقي معدته قلبت وتلاقي حياة صعبة جدا فلابد من المواجهة ولابد من العمل الفحوصات سواء الارتجاع ده بعد عملية تكميل المعدة أو بعد عملية تحويل مصار المعدة المصغر منسفش نفسنا طول الوقت يعني نمشي على علاج تحفظي غير مستجميل ليه ونقول إن ده جزء من العملية لا ده مش جزء من العملية دي حاجة قد تحتاج إلى إجراء عملية فيه لإصلاحها أو إن هي عشان تتعالج للمشكلة دي طيب يا دكتور يعني واضح من كلام حضرتك إنه الارتجاع متلازم أكتر مع التكميم ولا أنا فهمت غلط فيه ارتجاع لا حقيقة فهمة كويس جدا بس هو الارتجاع نوعية مختلفة شوية يعني الناس اللي عندهم ارتجاع بعد التكميم عادة بيكون نوع حمضي أسد عامز ارتجاع المريء العادي ارتجاع المراري اللي هو بعد تحويل مصار المعدة المصغر مختلف شوية العصارة هي عصارة مرارية يعني إيه الفرق الفرق طبعا يعني مشاكل الارتجاع المراري شديدة الخطورة الأعراض بتاعيتها قد تكون مؤلمة جدا يعني وتحصل دايما وإحنا نايمين بالليل جزء من العصارة المرارية بيرجع في البق طبيعة الحمض أحيانا الحمض المراري مش من الصح إنه هو يرجع المريء يعني هو طبعا الخلايا المريء يمكن خطورة الارتجاع المراري أكتر من الحمضي على المريء أكتر من إنه يتعمله أورام أكتر من إنه يتعمله تغير في الخلايا أكتر وعشان كده يمكن إن عملية تحول مصار المعدة المصغر أنا عايزة أقول لحكة يمكن معلومة لحد 2019-2020 قريب جدا يعني من خلال سنة 2 يمكن أمريكا لسه مصرحين بعملية تحول مصار المعدة المصغر خوفا من المشكلة دي هو خلاص بيت خلاص وهم بيعملوها عادي جدا بس عادوا يدرسوا فيها كتير جدا 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 لتأثير اللي هو الحمض ده الحمض المراري على المريء ويمكن هما تغخروا عن العالم كله بحوالي يمكن أكتر من 20 سنة بيدرسوا في الموضوع ده يعني العالم كله كان بيعمل تحول مصار المعدة المصغر بقى إنه يمكن 18-20 سنة ولكن يمكن الأمريكيان للمشكلة دي قعدوا لحد يمكن سنتين على ما عملوا لها بقى يعني نزلوها في العمليات اللي أنا المصرح بيها عندهم فوزر الصحة عندهم يعني طيب يا دكتور إحنا نروح نشوف تقرير نروح نشوف تقرير ونرجع مرة تانية لدكتور كريم صبري ونكمل حدثنا في الستوديو أنا اسمي سامية كماء وزني 155 وحاليا بقيت 105 بعد 7 شهور إنه طبعا أنا كنت قبل العملية حركة مش قادرة تحرك ذي طبيعي تعبانة جدا أثرت علي في كل حاجة نفسيا وبدنيا وصحيا أثرت علي في كل حاجة إنه كانش فيه أي حاجة في حياتي كويسة وكنت نفسيا مرهجة جدا كنت حاسة إنه أنا مختلفة عن الناس أثرت معي في الخروج وفي المشي وفي اللبس طبعا كل اللبسي أنا ما كنتش بعرف ألبسه ودبعا أنا كنت بازهق جدا إنه أنا مش عارف ألبس أي حاجة حياتي في البيت كان صعبة ما كنتش بقدر أمشي مش بقدر أتحرك زي الطبيعي كنت بتحاول إن أنا تجنب أي اجتماعات عشان ما بقاش موجودة فيهم إنه حد يقول لي أنت ملينا كده ليه أو أنت أعملي حاجة أو كده لكن بعد العملية الحمد لله دلقاتي أنا بيت أطلع أكتر ما كنت الأول بزيادة قبل العملية هي متعتبرش أصلا حياة هي حياتي بدأت بعد العملية عشان حسيت إن أنا حياتي رجعتلي من جديد موصوطة طبعاً اللي أنا وصلتلي دلوقتي أنصحهم يعملوها جداً جداً من غير تأخير ولو رجعوا لي الزمن اللي ورق أخدر قرار تاني هارجع أخدر من جديد أكتر حاجة بقيت ألعهم مع أولادي قصدتني جداً جداً لأنني ما كنتش بقدر تحرك نوت عن العب سوا أقول لهم مش قادرة لأن كان الوزن مأثر كمان على صدري في نفس مش مظبوط بنهج دايماً كنت تعبينة أصلاً عندي حساسية صدر فكانت طبعاً موضوع معي بزيادة كنت بقول لي نفسي إن شاء الله لو أنا طلعت بخيء هبدأ حياة جديدة غير اللي فاتت كنت مبسوطة جداً إن أنا شفته وأنا أصلاً الدكتور أنا بحبه جداً كشخص كده قبل ما قابله من طريقة كلامه وأطمئنانه للناس زي تعملها وزي تبقى حياتك أفضل وحيبقى حياتك أحسن فأنا كنت مبسوطة جداً إن أنا قاعدة معي كل الفريق ناس كويسة جداً وناس بيتعاملوا منتهى اللطف ومنتهى الاحترام وأنا مبسوطة جداً معيهم لازلنا مرة تانية مع دكتور كريم صابري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية طب عين شمس ودكتور فيه سؤالين عندي يعني هل ممكن يكون ارتجاع المريء بعد العملية عرض ويروح لوحده ولا لا؟ ده أول سؤال دايماً طبعاً إحنا الإنسان اللي هو عمل عملية تكميم أو تحويل المسار هو زي وزي الإنسان الطبيعي العادي خالص اللي يزود الارتجاع عند الإنسان الطبيعي يزود الارتجاع عند العمل تكميم وبالتالي هناك بعض الحاجات اللي هي بطريقة الأكل ممكن نقللها يعني طبيعة الأكل طبعاً اللي هو السبايسيا والأكل فيه دسم جامد ونحن ناكل قبل النوم بفترة قصيرة والتدخين بعض المسكنات الشديدة كل الحاجات طبعاً بتزود الارتجاع ويمكن الناس المسالكة للقهوة والحاجات الكافينز اللي هي بجرعات عالية أو كمية كبيرة بتلاقي فيه حمودة جامدة قد يكون عرض لسوق التغذية أو قد يكون عرض لسوق الاستخدام بعض المشروبات المعينة زي الحاجات اللي هي فيه بيبسي وحاجات وبالتالي إحنا المشروبات الغازية كلها لكن إحنا لو قللنا الحاجات دي وخدنا علاج بسيط جداً بيتروح إذا استمرت الأعراض لابد نبحث بقى عن علاج لمشكلة قد تكون تحتاج لجراحها لأن طبعاً إحنا لو عندنا ارتجاع لم يستجيب للعلاجات يبقى إذا ما نكملش بقى فترة كبيرة افحص نفسك شوف إيه المشكلة قد تكون جراحية يعني قصدي أنا بتكلم كمان من لي بعد العملية هل ممكن يكون عرض ويروح لوحده؟ آه طبعاً طبعاً هو زي الإنسان الطبيعي العادي زي آه بتستخدم آه أكل بقى بعلاجات طريقة تغذية معينة آه لابد من تعدلها عدلتها هتروح ده عرض عادي خالص ممكن يروح عادي جداً بعلاجات عادية زي أي إنسان طبيعي لو استمر برضو زي الإنسان الطبيعي لابد نحن نبحث مع الإنسان اللي ما عندهش وزن وما عندهش عملية وعنده ارتجاع وخد علاج ما استجابش فترة كبيرة بتري افحص نفسك نبحث انت عملت عملية خدت علاجات ما استجابش افحص نفسك بتري تدور على طريقة علاج تانية جديدة أنا بشكرك يا دكتور نورتنا في العيادة الأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية طب عين شمس ومدير وحدة السمنة بمستشفى وادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية